مدارس للحكومة السورية الموقتة تستأجر في جميع الأراضي اللبنانية وتعلم النازحين المنهج السوري الخاص بها وحدها وتعطي الطلاب شهادات موقعة ومختومة باسم الحكومة الموقتة وكل هذه التجاوزات للقوانين والسيادة خصص لها مكتب إداري في لبنان وفي طرابلس تحديدا هذه القضية كانت موضوع تحقيق بث منذ يومين على قناة الجديد وفي متابعة للقضية ينفي وزير التربية ليسبو صعب أي تعاون لوزارة التربية اللبنانية في الموضوع وجود حقيقي عندهم مكتب مفتوح وشفت بالتقرير أن كل رحت وزرتوهم إنما الأشياء اللي انقالت بالتقرير فيما يتعلق بوزارة التربية أو تواصلهم مع مدراء بوزارة التربية فيه أنا أجزم أنه هذا الكلام عارع عن الصحة ولا بل أكتر من هيك أنا اتصلت باليونسيف لحتى استفسر لأنه كمان حكيوا أنه عم يتعاونوا مع اليونسيف ونحن مع اليونسيف متفقين أنه التعاون ما بيكون إلا عبر وزارة التربية اللبنانية فأكدوا لي اليونسيف كمان أنه الكلام اللي عطلع عن لسانهم أنه فيه تنسيق بينهم وبين المكتب غير دقيق وحسب ما سمعنا بالتقرير أنه فيه عنده 42 مدرسة إذا فيه 42 مدرسة فعلياً فيه عندنا مشكل لأنه أنا بعت خطبت المحافزين بكل لبنان بعت رسايل لكل المحافزين من أكتر من أربع شهور وطلبت منهم إقفال أي مدرسة مش شرعية وغير تابعة على وزارة التربية في بعض المحافزين بعتولنا رسالة بتقول بلغونا وين هالمدارس موجودة؟ أنا بقول لهم مش شغلة وزارة التربية تشتغل محل وزارة الداخلية ومحل الاستقصى ومحل المحافزين نحن شغلتنا تربوية شغلتنا نعلم بالمدارس نحن ما عنا أجهزة تقدر تروح تتحقق إذا فيه حدا عم بيستغل الأطفال النازحين السوريين وعم بيعلموا بشكل غير قانوني ومؤمنين تعليمهم وعم نفتح مدارس المطرح ما فيه حاجة ولكن ما منقبل حدا يفتح خط براليل للخط اللي عم نشتغل فيه بالوزارة ويشتغل على حسابه بشكل خفي نحن ما رح نسكت عن هذا الموضوع ولا ممكن أن الدولة اللبنانية تخلي الموضوع يمر رح نمشي فيه على الأخير مثل ما قلت لك ونحكم معاه الوزير الداخلية ليأخذ الإجراءات بإقفال أي مدرسة غير شرعية موجودة على الأراضي اللبنانية وزارة التربية تحركت للردع ولكن فهل تتحرك وزارة الداخلية والنيابة العامة؟ وللتحقيق تتم ليالبو موسى قناة الجديد اشتركوا في القناة